بسم الله ابو الابن والراحل قدس الان واحد امين اخوات المتابعين لقناة كوبتكوشي اهلا بيكم فيديو جديد على القناة تحذير لكل القبطيات سواء بنت او زوجة خدوا بالك من شكل البروفيل ده بروفيل فيسبوك تعالوا نشوف ايه القصر تحذير لكل القبطيات سواء بنت او زوجة كشف لينا وسوز عماد ويليام حقيقة كاهن مزيف فبيقول كده هذا القدر منتحد شخصية اب كاهن ويدعي انه القمص مرقص ويقول انه رئيس جمعية خيرية باسوان وكاهن كنيسة العذرة باسوان وبعد البحث والتحري بالاتصال المباشر اتضح نصبه وكده وان هذا الاسم غير موجود تماما وليس له علاقة بالكنيسة او الجمعيات المسيحية ومع العلم انه يرفق صورة اب كاهن فعلي على صفحته لكي يؤكد انه كان حقيقي هل وصل التربص والسفالة والانحطاط والنجاسة واستهداف النساء والفتيات القبطيات الى هذا الحد لاستياضهم؟ ومن خلال المحثات المباشرة على الشات وغير ذلك الكثير من الاساليب الحقيرة التي يفعلها هؤلاء الافاع الشياطين ابالسة الارض ومع العلم ايضا ان هذا الحقير منتهد شخصية كاهن له العديد والعديد من الاصدقاء على صفحته وكلهم نساء وبنات مما يؤكد دناءته واستهدافه القبطيات بهذه الطريقة المنحطة مرسل لكل بنت وزوجة قبطية بالتنبيه والحذر وممنوع منعا باتا تقبلي او ترسلي اضافة من اي اسم كاهن غير معروف لديك شخصيا ولا تقبلي اي اضافة لأي انسان غريب سواء مسلم او مسيح نهائيا سواء ولد او بنت واحذره تماما شياطين الارض والزئاب البشرية الموضوع ان خلال الفترة الاخيرة ازداد جدا موضوع الحسابات المتفابركة وانتحال شخصيات الاباء الكهنة واستهداف البنات والسيدات القطيات طيب ايه الجديد ما احنا متعودين من زمان ان هو بيحصل الكلام ده لا تعالوا نشوف محادسة على ارض الواقع تمت ما بينه وما بين سيدة قطية فبداية المحادسة يعني شكلها هي اللي بدأت مع الكلام فبتقوله انه قبل الاياد يا قد سابونة فقال لها كده الرب يبارك حياتك يا بنتي وبعدين بعت لها صورة للبابا شنودة مكتوب عليها بكرة الدنيا تتعدل وكل الصعب يتبدل بس قول يا رب فطبيعي جدا ان الرد قالت امين يا رب وقالت له كده اذكرنا في صلاتك يا قد سابونة اللي جاي بقى هو الغريب فقال لها ايه ديني اسمك وعمرك علشان الصورة التانية اسمك وعمرك علشان تاخد البركة والصلاة فقالت له اسمي كذا وعمري 27 سنة انا خفيت الاسم علشان خاطر يعني حفاظا على خصوصيتها فقال لها كده الرب يبارك حياتك يا بنتي ويحفظ لك اولادك هصلي باسمك على المسبح فقالت له تعيش يا قد سابونة وبعد كده شكل ان بدأت محادثة تانية فبيقول لها كده ايه يسوع المسيح بلغني رسالة خاصة باسمك على المسبح ومش عارف اول هالك ولا لا بصراحة يا بنتي فهي ردت عليه يعني من ناحية الامان فبتقول له لا قلها يا قد سابونة واضح انه اتأخر عليها فبعتت له تاني بتقول له قد سابونة فقال لها كده يسوع المسيح بلغني رسالة خاصة باسمك بيقول حد عملك عمل بعدم الراحة النفسية والاكتئاب النفسي ودايما بتحسي وبتشعري بخمقة نفسية واكتئاب نفسي وما فيش حد حاسس باللي جواكي ودايما فرحتك ما بتكملش ودايما تحصل لك امور غريبة بدون ما تدري ايه الاسباب صحيح الكلام ده يا بنتي طبعا كل الكلام ده يعني ظروف عادية ممكن اي حد مننا يتعرض له فهو بيلعب على الوطر اللي هو ايه يعني امور طبيعية جدا ولكن لما بيكون عند الواحد الامور دي ومش تلاقي حد حواليه بيحس بيها ومجرد ما حد غريب بيقوله على الكلام ده فبيحس ان هو قريب منه فهي ردت عليه وبتقوله ايه فعلا قدسك ده بيحصل معي فبيقول لها بعتذرلك يا بنتي ان كان كلامي ازعجك فقالت له لا لا ابدا خدوا بالكم من اللي جاي فبيقول لها يسوع المسيح بلغني رسالة باسمك على المسبح يعني انا معرفش جايب منين الفكر ده ان يعني السيد المسيح كلمه وبعات له رسالة معاها رغم ان هما لسه واخد اسمها واخد عمرها ما يعرفهاش فكان المفروض من الاخت يعني ان هي تاخد بالها لحاجة زي كده وتعرف من البداية خالص مش لازم الامور تدخل معاها يعني الابعد من كده تعرف ان هو حد نصاب او حد بيستدرجها لحاجة تاني ابعد من كده فيقول لها يسوع المسيح بلغني رسالة باسمك على المسبح انه عايز يكشف عليك يعني تعبير غريب ما عرفش ازاي ويشوف العمل السفلي وقرينه ويعرف حدوده لحد فين علشان يحاصر العمل السفلي وقرينه ويفكه نهائيا عشان ترجعي لحياتك الطبيعية مثل ما كنت زماني مشكلة الاعمال يعني نحن لا نؤمن بيها نهائيا في المسيحية نؤمن ان فعاليا جسد ودم المسيح تبطل هذه الاعمال ما عندناش كاهن اساسا يقدر ينادي بحاجة زي كده اذا كان الفكر ده متسرب للبعض ما عندناش كاهن انه ممكن يتكلم مع حد ويقول له انت معمول لك عمل يعني دي في حد ذاتها ضد تعليم الكنيسة وضد تعليم المسيح انه تصدر من اب كاهن او من اب روحي لأولاده انه هو يقول له معمول لك عمل علشان خطر ان انا باشتكيله يعني تخيله كده الموقف ان انا مثلا ممكن اروح اشتكيل لاب كاهن او اب اطرافي اقول له انا عندي مشاكل في بيتي وحصل معايا كذا وكذا وكذا فيقول لي انا صليت لك على المسبح وبعدين المسيح كشف لي ان انت معمول لك عمل يعني هل انتوا مستوابين الموقف يعني انا عمر ما اسمحت حاجة زي كده فهي ردت عليه وقالت له ياريت قدسك ياريت يعني ياريت امورها ترجع تاني زي الاول فبدأ الاستدراج لحاجة ابعد من كده فبيقول لها اعود لوحدك علشان ابدأ صلواتي عليك باسمك على المسبح ويسوع المسيح يستجيب لصلواتي ليكي علشان يفك العمل ويقول لك تعمل ايه يعني انا سيب لكم التعليق على الفقرة دي فهي بتقول له انا الوحدي فقال لها اقف ونظري للسماء وقولي انا تحت امرك يسوع المسيح علشان تفك العمل السفلي وقرينه من عندي ببركة ابونا مرقص علشان ترجعني الحياة الطبيعية مثل ما كنت الاول هنا برضو تعاليم غريبة متصربة للبعض احنا عمرنا ما بنقف نصلي ببركة اب كاهن يعني حتى الاب الكاهن لما بقول له اختيه هو نفسه ما بيردش عليه بيقول لي انا حللتك ده بيقول ربنا يحلك يعني هنا الفكر الغريب المتصرب ان البعض بيفتكر ان احنا بنستمد الغفراء من شخص الكاهن نفسه فبيقول لها ببركة ابونا مرقص علشان يعني مفيش حد كده حتى من الاباء القدسين لما حد كان بيروح يكلمه يقول له روح صلي واطلب بركتي دي عمرنا ما شفنها مع حد فلازم يا جماعة يكون عندنا الحرص والوعي ان انا الشخص اللي انا بتكلم مع ده افهم هل دخل في ييته فعلا مسيحية وبيكلمني فعلا بكلام مسيحي علشان اقدر اكمل معاه الحديث ولا انهي معاه الكلام وما فيش دعا ان احنا نكمل للامور ان هي تسوء لبعد كده فردت عليه وقالت له قلت فقال لها انتظري قليلا رسالة خاصة باسمك على المزبح من يسوع المسيح هيطلب منك ايه وكأن الراجل ده قاعد في بيته او قاعد جنب المزبح وفتح الشات وبيتكلم بياخد من المزبح وبيد الناس حاجة غريبة صراحة فالمهم هي بتقول له يا قد سابونا انا مش مرتاحة مع جوزي خالص ودي مشكلة كبيرة جدا انك تكشف فكرك لأي حد حتى لو كاهن ما تعرفهوش او تعرفيه على الفيسبوك دي مشكلة كبيرة يعني للأسف ناس كتير بتقع فيها يا جماعة البيوت اسرار ماينفعش تكشف سر بيتك لأي حد على الفيسبوك سواء تعرفيه او ما تعرفهوش يعني نفترض ان انت زعلنا انت وجوزك دلوقت في الوقت الحالي وكتبت الكلام ده لأبك اهن انت تعرفيه لأبوك الروحي وفيما بعد بعدها بيوم او اتنين اتصالحت انت وجوزك وبعد كده لو مسك الموبايل وشاف الكلام ده في المحادسة يعني هيكون ايه رد فعله هترجع وتزعله تاني يعني احنا بنستسهل ان احنا نبعد في المحادسات مشاكلنا لكن ده مش صح وانا بعيد وبكرر الامور الزوجية وحياة الشخصية ماينفعش اقولها لأي حد سواء اعرفه او ماعرفوش على الفيسبوك لان ده حياتي سر الزيجة علاقة الشخصية بيني وبين بيتي ماينفعش كل من هبه وده باكشف له فبتقوله كده اتعبني وبيضربني كل شوية وروحت الاب اعترافي جابه اكتر من مرة ويقوله خلاص مش هعمل كده تاني ويرجع زي الاول قولي اعمله ايه مش قادرة اكمل معي صحيح انت في مشكلة لكن مش هو ده الحل وبعيب على كل رجل انه يوصل مراته للحالة دي انه تطلع تشتكي منك لطوب الارض ليه؟ لمراتك؟ جسدك؟ المفروض تدور على الحاجة اللي تساعدها وتعملها ولو اي حد بيشوفني دلوقتي وعنده مشكلة من نفس النوع ده مش هو ده الحل يعني هي بتقول ان هي راح اتلقى اعترافها وبعد جابه وتكلم معاه وبعدين رجعت الامور تاني زي الاول يعني مفيش فائدة معاه طيب الحل ان انت تروح مثلا كل ما تشوف قبك ان تحكيله عن الموضوع ده ولا الافضل ان انت تصلي من اجل الموضوع ده ان ربنا يحل وان انت تحاول تتغير مثلا من طباعك او هو يتغير من طباعه ونبدأ نحل الامور علشان خاطر بيوتنا تفضل عمرانا ياريت يا جماعة لو سمحتم مش اي حد نكشف له اسرار بيتنا كل البيوت فيها مشاكل مش انت بس ولا انت بس كل البيوت بدون استثناء فيها مشاكل بس الشاطر والبيت اللي فيه المسيح بجد هو اللي يعرف ان هما يتحدوا مع بعض ان هما يتخطوا المشاكل دي رجعت انا بيقول لها يسوع المسيح بلغني رسالة خاصة باسمك على المسبع بيطلب منك صورة ليك علشان يكشف عليك ويشوف العمل السفلي وقرينه ويعرف حدوده لحد فين عندك عمل ايه وقرين ايه اللي انت بتتكلم فيه وهو لو فيه عمل وفيه قرين وانت فعلا كاهن للمسيح المسيح هيطلب منك ان انت تاخد منها صورة علشان خطر يبدأ يكشفوا الكلام ده كله ولا ده كان بس مجرد اسم ذكر يسوع المسيح ليه كل المجد بيرع بالشياطين يعني من امتى اسم يسوع المسيح بيزج به في الامور اللي زي كده ده مجرد ذكر اسم ربنا يسوع المسيح وقروا تاريخ الكنيسة تاريخ المعجزات مع الاباء القديسين ان كان مجرد ذكر اسم ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد كان بيرع بالشياطين يعني المسيح مش محتاج منك صورة علشان خطر يكشف عليك والكلام الفاضل اللي هو بيتكلم في ده طبعا انا مش بعيب عليك لكن انا بعيب على الاخ يعني هو ثقافته كده هو ثقافته كده هو تعلم كده لكن المشكلة عندك ان انت بتميله وتكملي معين كلام يعني فهي واضح ان هي اخدت صورة وبتقول له طيب يا قد سابونا الصور على الكرت ممكن شوية بعت لك الصورة قال لها خلاص يا بنت اكلمك وقت تاني علشان تكون جاهزة بأوامر يا سوع المسيح عن اذنك يا بنتي فقلت له ماشي قد سابونا واضح ان هي تأخرت عليه فبعت لها يعني بينكشها كده فبيقول لها واضح انك مشغول يا بنتي هكلمك وقت لاحق وشكرا لك يا بنتي لشكوكك في وفي يسوع المسيح لانها شكلها تأخرت عليه بالكلام ويسوع المسيح بلغني رسالة باسمك على المسبح بس انا اعتذرت ليسوع اني لا ابلغها لك يعني المسيح بعت لها رسالة تانية على المسبح وهو الراجل اعتذر للمسيح وقال له ايه انا مش هبلغها وقلت ليسوع انها تشكك بكلامك وارسلتك ليها على المسبح فبتقول له لحظة يا بون عشان جوز موجود ينزل وكلمك قال لها هينزل امتى يا بنتي لان وقت دايق جدا فبتقول له هيتغدى وينزل الراجل مشغول لان هو عنده كم الكونتات بتاع سيدات وبنات فمش لاحق مش ملاحق يكلم دي ولا يكلم دي ولا يكلم دي فبيقول لها كده عموما يا بنتي شكلها كده لو فضلت فاتح ايه ببعتيلي ولو كنت فاضي هجوبك لان يسوع يعني مش واضح ان في كلام تشال من المحادثة بيقول لها واضح انك يا بنتي بتسخري وبتهزقي بكلامي ليكي وبرسالتك وبرسالت يسوع المسيح ليكي شكرا لك يا بنتي عن اذنك فواضح اسلوب التقنيب فهي قالت له وقود سابونا الصورة هيه ما عرفش ازا كانت بعتت صورة لما بعتتش صورة يعني بيقول لها انتظري قليلا رسالة خاصة باسمك على المسبح من يسوع المسيح هيقول لك ايه فهي استعجلت بقى ايه يا قود سابونا طميني يا قود سابونا لانه اتأخر عليها يقول لها يسوع المسيح بلغن رسالة باسمك على المسبح يا بنتي قالت له ايه يا ابونا معاك يا قود سابونا طميني فهيقول لها يسوع المسيح بلغن رسالة خاصة باسمك على المسبح بيقول ان العمل السفلي وقرينه واضحين عندك هنا واضح ان هي بعتت له صورة وهو اللي تسبب فيه تغيير زوجك من ناحيتك واصبح كل شوية الامر يتطور عندك بالضرب لان العمل السفلي وقارينه هو اللي بيبعد زوجك عنه ده كل انسان تفكيره في الجزء السفلي ده واضح جدا من كلامه ان كل تفكيره جنسي بيفكر في حاجة زي كده مش معنى ان انت عندك مشكلة في بيتك باب انت معمول لك عمل بلاش الافكار الشيطانية دي بلاش الافكار الشيطانية دي تدخل بيوتني فبتقوله طيب اعمل ايه فاتطور الموضوع شوية بيلا لدرجة انه ما بيمارس واجباته الزوجية ناحيتك صح يا بنتي طبعا للأسف قالت له صح يا قد سابونا وده برضو مشكلة كبيرة جدا اسرار بيتك يا جماعة معرفش واحدة تطلع ازاي تتكلم على جزء بالشكل ده او واحد يتكلم ازاي على مراته بالشكل ده حتى لو فيه بينكو مشاكل السنين ماينفعش باي شكل من الاشكال ان انت تطلع او ان انت تطلعي تكلمي اي حد عن جزء بالشكل ده طبعا مؤخرا في الميديا العامة بقينا نشوف الكلام ده ان واحدة تطلع تلسن على جزء او واحد يتكلم على مراته بالشكل ده الاسلوب اللي لا يليق بانسانية ان حد يتكلم به وفيه برامج تلفزيونية بتقدم الحاجات دي المشاكل اللي هي في المجتمع ويتكلموا على بعض باسوأ الكلمات وبينعطوا بعض باسوأ الالفاظ فده في حد ذاته مش صح مش صح البيت اللي عايز يفضل متحافز عليه ويفضل تمام وسليم ما ينفعش ان احنا نكشف سره لأي حد فبيقول لها كده وكل مدى يتغير معاك في المعاملة وما بيقرب نحيتك خالص صح يا بنتي قالت له صح رجع تاني وقال لها انتظري قليل ان رسالة خاصة باسمك على المزبح من يسوع المسيح بيطلب منك ايه يسوع المسيح بلغن رسالة خاصة باسمك على المزبح هنا بقى المشكلة يعني بدأت تتعمك اكتر ويعني مش لاقي كلام اقوله صراحة بيقول لها كده بيطلب منك صورة لك من تحت رقابتك لحد اخر حدود السادي عندك علشان يكشف عليك ويشوف العمل السفلي وقرينه متجمع عندك في مكان واحد ولا متفرع في نواحي جسمك كله عشان يحصره ويفكه نهائيا من عندك وبلاحظة خروج العمل السفلي من عندك هتشعور بتغيير مفاجئ من زوجك لك في المعاملة فبتقوله ازاي بس يا قد سابونة تخيلوا ان اب كاهن بيطلب من واحدة صورة لاوضاع جسمها دي انتوا متخيلين الموقف ازاي بيكون يعني ايه هو كل القصة ان هو بيعمل ايه ان هو محتاج صورة مكشوفة ليها ان هو بعد كده يكسر عينها بيها او يزلها بيها يخليها تعمل اي حاجة هو يطلبها منه وتبدأ التهديدات والوعيدة وزاي ما بنشوف في قصص كتيرة احنا عصرناها في العصر الحديث فلما بتقوله ازاي بيقولها انت مش واسقة في او في يسوع المسيح يا بنتي اننا هنخلصك من اللي انت فيه وهنغير جوزك من ناحيتك طبعا مفيش انسان ياسق في حد بيطلب منه طلب زاي كده علشان يرجع ليك ايه مثل ما كان في اول زواجكم واضح انها اتأخرت عليه فهو ابعت لها وبيقولها واضح انك مشغولة وهبقى اكلمك وقت تاني مش بس كده فيه كمان محادسة لكاهن تاني مسمى نفسه القمص ابونا بشوي فبيقولها كده الرب يبارك حياتك يا بنتي قالت له ربنا يبارك في قدسك ويبارك خدمتك قال لها شكرا يا بنتي وحياتك ويعطيك نعمة فبتقول له العفو قدسك هو بيسألها كده بيقولها انت بتتفرجي على صور واضح ان هم كمان يعني ما بيعرفوش يكتبه ولا بيعرفو يتكلمه انت بتتفرجي على صور مش كويس على النت يا بنتي فقالت له لا طبعا قدسك ليه قدسك الكلام ده فيه اب كهن بيقول كده وراح اتقامد بعمل حظ لهذا الشخص انا عايز اقول لرسالة مهمة مهما كانت المشاكل في بيوتنا طالما المسيح موجود في البيت نقدر نتخطى المشاكل دي ونقدر نعديها كل البيوت فيها مشاكل كل البيوت لها اسرار ولكن لما بنفشي الاسرار دي برا بتزيد المشاكل لما بنحتفظ بالاسرار وبنحاول نحل كل المشاكل دي كل الصعاب بتزلل ومش معنى ان انت عندك مشاكل في بيتك يبقى انت معمول لك عمل بلاش التفكير ده او بلاش الفكر ده يخش بيوتنا المسيحية ارجوكم لكل واحدة بتشوفني عندها الفكر ده ده مش صح ده مش الفكر اللي تعلمناه في الكنيسة والسيد المسيح مش محتاج مننا صور عشان يكشف علينا والكلام ده كله بمجرد المحادثة من بدايتها معروفة مفقوسة يعني يبقى نخلى عندنا الرؤية دي طبعا انا مستاق جدا من حاجة زي كده ولكن اضطريت مجبور ان انا اتكلم عن حاجة زي كده لانها انتشرت جدا وبيت اشوف البستات دي بشكل جميل جدا موجود على النيت من فضلكم من فضلكم حافظوا على بيوتكم ومن اجل حياة كل بيت انها تفضل مستمرة تحت مظلة الروح القدس نحافظ على اسرار البيت اسرار بيتك مكتومة جوا بيتي ما تحطيش نفسك ان انت تكون فريسة لاي حد اديكوا شايفين الناس من حوالينا كلها بتنهاش فينا ملهوش لازمة ان انت تروح تزود الموضوع وبعد كده بنرجع نشتكي فلانا راحت وفلانا جت والبلد قامت ربنا يحافظ على كل ولاده وبناته ويحفظ كنسته ويرعى شعبه بالامان سلام المسيح للجميع